وكل هذه المجودات يا سادة اللي هو هي اللي خلق ديوف مصر يشيده بقدرة مصر على تنظيم هذا المؤتمر يعني سيد ألوك شارم وهو بيلطي كلمته الافتتاحية قبل ما يسلم مصر لأست الدورة الحالية أشاد بجهود مصر في تنظيم هو معاونية طبعاً أشاده بجهود مصر في تنظيم هذا المؤتمر لأنه يعلم جيداً حجم التحديات التي تواجه تنظيم مؤتمر بهذا الشكل خصوصاً أن المنطقة هنا ضعف المنطقة اللي كان مقام عليها المؤتمر في السادة دي حاجة الحاجة الثانية طبعاً شارم الشيخ كبري شارم الشيخ 40 كيلو و10 كيلو عمق كل دي مسؤولية انت مطلوب منك انك تشجر الأرض دي كلها ومطلوب منك انك تنظف المنطقة دي كلها ومطلوب منك انك توصل لغاية نبء أنا ببدأ من بوابة شارم لغاية نبء 40 كيلو كلام ده يعني اللي في نبء موجود في شارم ونقبء دي اللي هي المنطقة المدينة المنطقة اللي خلف المطار دي طبعاً بقت وراء أروع ولا أجمل في فنادق عالمية حصرت مدينة شارم الشيخ على الشهادة البيئية وكذلك فنادقها تفرق في القيمة المضافة لهذه الشهادة بتشفرق بره العالم بره لما أنا يعني لما بتاخد الشهادات دي العنا بقى كارية واحدة الناس كلها بتعرف الناس بتشير في الخارج بيعرف ان هو هيجي مدينة صديقة للبيئة نظيفة مش ملوثة تقدر يعيش فيها يقدر تحرك فيها يقدر يمشي بيها حتى مراكز الغوصي يا فندم حصلت برضو طبعاً طبعاً مراكز الغوصي عندنا من في عندنا مراكز وغدة يعني في المنظومة بتاعة جينيس وغدة أرقام يعني مثلاً عندنا حوالي ثلاثة زونة من طوال غطس اللي هم أرقام عالمية بيجو لهم من الخارج ينزلوا يختشوا ويروح بيجو ينزلوا منه السفاري البحرية دي ينزل عشان يختش بس ييجي من المطار عالمركب عالسفاري ويطلع من السفاري عالمركب عالمطار بيعودوا من ثلاثة أربعة أيام أو خمس أيام ييجي عشان يختص فيه الأماكن العالمية اللي مشهورة بره في الخارج قالوا يا فندم السياحة السريعة وكمان دي بعض أنواع من السياحة تستهدف السياحة اللي يقدر يشتغل عن بعض فإن إحنا نجهزوا أنه ييجي يشتغل طول فترة الشتاء لا تي السياحة بقى كمان بتاعة الأسرياء اللي سياحة الإخوت اللي إحنا بنعمل دلوقتي مينها إخوت ده اللي كان ناقصنا إحنا بنعمل دلوقتي مينها إخوت بسيا الله على الغرار العالمين الجديدة ويجونة وكذلك لأن سايح الإخوت ده سايحة غني ييجي مش عارز أقولك يا يجيب حاجته بيجيب كل أموره بيجي يقعد حتى التراكي أو نوبركن اللي يختفتها ده بفلوس فيه طبعا هيبقى في عالمارينة دي بعض الكشور وبعد المباني هيبقى ييجي يقعد ويأجر حاجة سايحة بتجيبك داخل كوي زي سايحة المؤتمرات كذلك